اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث كان يحتوي الرمز سابقاً على اللونين الأحمر والأبيض فقط ولكن بمرور الوقت أصبح الرمز يحتوي على اللون الأزرق أيضاً أما عن معنى هذا الرمز فيشير إلى الدم وهذا لأن مهنة الحلاقة في العصور الوسطى لم تقتصر على حلاقة الذقن والشعر بل كان الحلاق يقتلع الأسنان المتضررة ويجري بعض الجراحات البسيطة والتي دائماً ما ينتج عنها الكثير من الدم ولذلك وسم الحلاق منذ ذلك العصر وحتى الآن بلون الدم فأصبح الأمر عادة ثم تحول تدريجياً لتقليد ثم أخيراً تحول لرمز يخص مهنة الحلاقة إذا كنت تمتلك هاتفاً، حاسوباً، طابلت أو حتى تلفزاً فأنت تعرف جيداً فيما يستخدم هذا الرمز ولكن هل تعرف جيداً ماذا يعني؟ أو من أين جاءت فكرته؟ إجابة هذا السؤال سهلة جداً فأثناء الحرب العالمية الثانية بدأ المهندسون باختراع مفاتيح كهربائية لتسهيل عملية إطفاء وإشعال الأجهزة واعتمدوا فيها على النظام الثنائي والذي يحتوي على واحد وصفر والذي ما زال يتواجد حتى الآن في بعض الأجهزة واحد لإشعال الجهاز وصفر لإطفائه الآن ومع تقدم التكنولوجيا دمجت كثير من الشركات الزرين في زر واحد فقط كما دمج الرمزان في رمز واحد أيضاً ليصبح الرمز الذي نعرفه حالياً رمز السلام بداية يوجد في العالم كله رمزان للسلام الرمز الأول والأقدم يرجع أصوله إلى قصة سفينة نوح عليه السلام وتحديداً عندما أرسل نوح حمامة بيضاء فعادت له وأرجلها مغطاة بالطين حاملة بمنقارها غصناً من الزيتون منذ تلك اللحظة وحتى الآن والحمامة البيضاء رمز للسلام الرمز الثاني عبارة عن دائرة بداخلها ثلاثة خطوط والذي يعتقد البعض أن أصوله ترجع إلى الهيبيز لكن هذا الأمر غير صحيح حيث يرجع هذا الرمز إلى عام 1958 حين اتخذ شعاراً لحركة نزع السلاح النووي البريطانية ولم يلبث أن أصبح بعدها رمزاً للسلام في مختلف الجامعات وبنهاية العقد أصبح رمزاً عاماً للسلام يتخطى حاجز الأمم وجميع الثقافات واللغات الآن أصبحتم تعرفون حقيقة هذه الرموز التي ترونها كثيراً لكن ربما لم تتساءل يوماً عن معناها إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم